جميع الطالبات التي خطفنا من مدرسة داخلية بولاية زنفارة نيجيرية وعددهن 279 طالبة أطلق الخاطفون المسلحون سرحهن وذلك حسب ما قال حاكم الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن عصابة مسلحة قد خطفت 317 فتاة من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جان جي بي في يوم الجمعة وقال سليمان تاناو أنكا المتحدث باسم ولاية زنفارة إن بعض الفتيات المفقودة تهربنا وسط الأدغال وقت الهجوم وإن عدد المخطوفات 279 وقال بيلو متولي حاكم ولاية زنفارة إنهن جميعا ينعمن بالحرية الآن وإن من وصفها بعناصر تائبة تعمل مع الحكومة ساهمت في تحريرهن وبدأ أن أغلب الفتيات لم يصبهن أذى لكن 12 على الأقل نقلنا للمستشفى لتلقي العلاج وكان أغلبهن حافيات وعدد منهن مصابات بجروح في أقدامهن وأصبحت المدارس هدفا لعمليات خطف جماعي تنفذها جماعات مسلحة في شمال نيجيريا للحصول على فدية في موجة بداتها جماعة بوكو حرام وبعدها تنظيم داعش الإرهابي ونفت الحكومة مرارا دفع فدية لكن الرئيس النيجيري محمد بخاري أصدر بيانا يوم الجمعة حث فيه حكومة الولايات على مراجعة سياستها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات وحذر من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي وكانت واقعة الخطف في ولاية زانفارا هي الثانية من نوعها في نحو أسبوع واحد وأطلق مسلحون يوم السبت سراحة 27 فتن بعد خطفهم من مدرستهم في 17 فبراير شباط في ولاية نيجير الشمالية اشتركوا في القناة